موسيقى ماذا يعني ان تكون مشجع لباير ميونخ يعني انك بالامس حققت الدوري العاشر على التواني ما لم يفعله اي نادي في تاريخ الخمس دورياته الكبرى يعني انه وفي كل موسم ينتقدون سهولة تحقيقك للبوندس ليجا وضعف المنافسة وعندما تأتي للشامبيانز ليج تحقق نفس النتائج وتضرب عمالقة اندية اوروبا دون رحمة وبنتائج تاريخية لتثبت ان الدوري الالماني ليس ضعيف بل ان قوتك هي الطاغية محليا وقاريا يحقلك ان تفخر وتفخر صديقي الباظاري بفريقك وان سقط اوربيا هذا الموسم لانك تعلم يقينا انه عائد في القريب العاجل بلا شك فباير ميونخ حكاية نادي عظيم وبعبع اوربي يلتهم الفرق والبطولات دون ان يشبع ولا يرضى او يعترف الا بالذهب ومنصات التتويج حياكم الله في صوتكم صوت الجماهير اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الجماهير على شاشته التلفزيون دولة الكويت عبر قناة كويت الرياضية ارحب فيكم وارحب ايضا في رواد البرنامج عبدالله البلوشي حيث أهلا بكم مشاهدين اي بك LEEF احبو حقا بحمود أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين وني أخواني رواد محمد راش عتيبي ومحمد مرزوق عتيبي وعنتي بس تفسار لصف ليش تلاثتني الصوت شنو كارجين تنوي يبين شارين مع بعض يا أهلا أخوي عبدالله محمد مرزوق عتيبي امسي عليك بالخير وحياتك الله بنا نور نوير بحمود أمسي عليك بالخير على السادة المشاهدين وعلى عبدالله ومحمد راشد ونقول تقبل الله طاعتكم وإن شاء الله تكون حلقة مميزة كما عودنا يا أهلا وسهلا محمد راشد العتيبي طبعا لاعب نادي القاتسي السابق والمنتخب الكويتي حيك الله الله يحييك يا محمد ومسي عليك وعلى أستاذ المشاهدين وإخواني في الستيديو وتقبل الله طاعتكم إخواننا المشاهدين وبصراحة مقدمة مستحقة لبير بيونيخ وفعليا هو يعتبر من الأندي اللي ممكن تلقبهم كبعب أوروبا في نتائج التاريخية اللي يحققها في كل سنة في الأداء القوي اللي قدمه نبارك لجماهير بير ميونيخ في أقطار الوطن العربي بشكل عام ألف مبروك البطولة العاشرة وأول نادي يحققها كان ليوفي بيسبقهم بس سبقونا في النهائها طبعا يستاهلون طبعا جماهير بير ميونيخ نبارك لهم بتحقيقهم لقب الدوري العاشر نادي كبير وله احترامه بس صراحة شوف يواحد شنا عند اختلاف الموضوع من نظراته لا لا بس شنو جيت المقدمة شنو كان ماذا يعني تكون مشجع لبير ميونيخ تكون غليب غليب طبعا جميع مشجعين بير ميونيخ ويستاهلون جماهير البيرن هذه التحية وهذه المباركة محمد مرزوق نشوف أو نلاحظ في الآمنة الأخيرة تقليل من بعض الجهات الخارجية في أوروبا بالتحديد على يعني مونديال قطر 2022 وبعض المقاطعات من الشركات وخصوصا شركة فرنسية أعلنت مقاطعتها لمونديال قطر في 2022 ولكن جاء من داخل قطر في نفس هذه الشركة أنه فيه وأنه نحن داخل قطر ممكافعين رأيك باللي قاعد يصير من تشكيك كل فترة وانتقادات لمونديال قطر شي ما شفنا في المونديالات السابقية مو جديدة محمد هذه يمكن حلقة جديدة من مسلسل ترويج الشائعات وشن الحملات وتجزيف الحقاق اللي مارسونا يعني من وقت ما تم اختيار قطر لو نذكر في 2010 كمستضيف لمونديال في 2020 شفنا التشكيك بداية من أمريكا منافسها المباشرة في الاستضافة مع رباعي اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية شككوا وادعوا أن قطر كانت تستلم أو قدمت مبالغ لهذه الاستضافة المونديالية التاريخية في بلد صغير يقع في الشرق الأوسط كل هذه الأمور يمكن تبناها الملف الأمريكي واعتقد أن بيان لجنة المشاريع والإرثة المحمد اللي يرد فيه على المزاعم الأمريكية كان شافي وكافي ووافي بتفنيد هذه الأمور وهذه المزاعم اللي طالبوا أنهم يقدمون دليل واحد يؤكد أن الملف القطري يعني كان شابه شيء يشكك في نزاهة هذه الاستضافة فعلا هذا المسلسل الأول المسلسل الثاني ننتقل لمسألة انتهاك حقوق العمال وقيام بعض المنتخبات الأوروبية النيلوجة الدنمارك ألمانيا وبعض المنتخبات الأوروبية بإصار رسائل وإنهم رح يقاطعون المونديال وفي النهاية بعد ما تأهلوا كلهم صاروا يتكلمون عن إقامة المونديال هذه كلها أنا أعتقدم أشياء ممنهجة محمد ممنهجة وكلها صارت بعد ما شافه التطور وبعد ما صارت الدوحة تحديدا مركز أو عاصمة للمحافلة الرياضية من 2010 شفناها التصليف كافة الرياضات محمد ما هي مقصورة على كرة القدم فطبيعي لما يشوفون كل هذا واستعداد قطر لما تكلموا أن المونديال رح يكون بالصيف وقطر رح تواجه مشكلة بحكم المناخ قطر قدمت ضمانات في ملف الاستضافة بأنها رح تستخدم تكنولوجيا تكييف الملعب تكييف الهواء لكن في 2015 الفيفا قررت أن المونديال يتم في فصل الشتاء فأعتقد أن قطر بما قدمتها من 2010 إلى 2022 أكدت لكل هؤلاء أن المونديال القادم رح يكون من منديال تاريخي لما يكون في إمكاني أن المشجع يحظر أربع بريات في يوم واحد هذا أمر يعني من المستحيل وهذا اللي رح يجعل المونديال الاستثنائي فكلنا محمد يعني على حرم الجمر لانتظار هذا الموعد منديالنا منديال العرب منديال قطر طبعا مثل ما تفضل أخوي محمد مرزوق أكيد بدون إذا الشكل أن هذه مثل ما نقول أنها يعني أشياء مغرضة غرضها طبعا هو أن ليش قطر تنظم هذا المونديال وشفنا هذه الهجمة بالتحديد من المنافسين لملك قطر على رأسهم طبعا إنجلترا وعلى رأسهم أمريكا فمونديال قطر قادم بإذن الله ويكون مونديال تاريخي مثل ما طبعا ظهر في هذا الملك مثل التجهيزات اللي قاعد نشوفها في الملاعب وكلنا حماس لـ 21 نوفمبر في مونديال تاريخي عربي بإذن الله عبدالله عندنا لاحب مميز قاعد يقدم أداء جدا مبهر في الدوري السعودي وأيضا على دوري أبطالاسي في هذا الموسم هو اللاعب بانيقة حنا شفناه وتابعناه فيه طبعا سابقا مع أكثر من فريق وبالضبط فكنا نستمتع بهذا اللاعب وصراحة فيه من عبق التاريخ والماضي تتكلم عن نيمار أو أيمار وريكلمي لاعب مميز أريك تكلمني عن هذا اللاعب وتألقه مع الشباب محمد قبل أتكلم عن بانيقة تتكلموا أشيء عن فريق كبير بحجم نادي الشباب اللي متصدر مجموعته في البطولة الأسيوية الأخيرة متصدر مجموعة على باقي الفرق ومن المركز الرابع بالبطولة المحلية خلف النصر فرق نقطة نرجع ونقول هذا اللي يعكسه يمكن القوة وحجم الدوري وثقل الدوري فنيا أنه يطلع لك فريق رغم أنه مركز الرابع يتصدر بطولة أصعب قاريا وهي بطولة آسيا محمد ناما تتكلم بانيقة يعني روح تتكلم عن أوركسترا كامرة كاملة يقودها لعب واحد تتكلم عن بانيقة يعني تتكلم أنه كنت صعب تخسر الكرة للخصم تتكلم عن بانيقة يعني يكون الفريق الخصم يكون حذر من لدغة يمكن يعطيك إياها بانيقة أما في أسيست أو أما في أو تسجيل هدف زائد زائد تأثير بانيقة محمد على على اللي حواليه شوفنا يمكن هاتان لاعب بهابري لاعب الهلال السابق وكان لاعب احتياط أو ممؤثر بشكل كامل على منظومة الهلال تشوف الآن مؤدي دور جدا عظيم كجناح مع الشباب تتكلم عن نواف العابد تتكلم عن كارلوس اللي الآن مسجل عشرة وهداف مع كل هذا وسبة تأثير بانيقة على المجموعة زائد أنك محمد تشوف رغم منه إيقالو تتكلم عنه إيقالو لاعب نفس إيقالو مركز ظلام تسعة وهو الداف الدبر السعودي حاليا طينة إيقالو يفضلها لاعب لنفس بانيقة اللي يكون صانع يلعب أو يحاول أن يعطيك الباص المختلف على مستوى الأسست أفقد بانيقة لكن ما زال يأدي دور جدا عظيم ونت تتكلم عن بانيقة المركز اللي الشي بقاعد ينقرض اللي تكون تمحور أفكار المدرب الهجومية تكون عليه فبانيقة ما أدي أداء يمكن عن ثلاث أو أربع لاعبين فعلا أضف إلى ذلك الموضوع القيادة يعني مسألة ومسألة فنية بحتم كذلك موضوع القيادة وأيضا البرطانية نعترف أنه يأخذ راية حتى في انتقالات اللاعبين حتى في صبقة يقالوا خذ راية فيهم اليوم فدليل أن تأثير بانيقة تأثير جدا كبير على نادي الشباب ونجم كبير ومكسب سواء للشباب أو للدوري السعودي ككل محمد يمتكلم عن الهلال هو ما قاعد يخسر فيه دوري أبطال آسيا 2-0 تقدم عليه الشارقة ومن ثم عاد بالنتيجة 2-2 وطبعا خرج الشارقة من هذه المباراة بسبب عودة وريمونتادة الهلال كنت واثق من العودة طبعا لما أنت تعرف أن فريق يملك هذه العناصر زائد في الإدارة الفنية مدرب مثل رامون دياز تكون على ثقة تامة في مدرب يخرج ما أفضل من أفضل من أفضل الأشياء اللعبين في الملعب يعني قاعد يخرج كل لاعب يقاعد يأدي أفضل أدواره كل لاعب يأدي أفضل مستوياته في هذا التوقيت شفنا بعض اللعبين مع جردب كنا نطالب أنهم يكونوا خارج جنادي الهلال حاليا مع رامون دياز لا العكس هؤلاء اللعبين قاعد يقدمون مستوى جدا عالي يعني إحنا لو نتكلم عن رامون دياز هذه أول مباراة تكسر سلسلة الفوز المتتالي وكانت في تعادل ما هي خسارة وتعادل يعني شفنا المباراة بعد خسارة 2-0 وعاد في النتيجة إلى 2-2 وانت فريق قاعد تلعب فريق قاعد يقاتل على الاستمرار في دوريا بطلازي وخسارتها أو تعادلة يعني خروجت خروج ويعطاء الفرص هو مو بس حاسم التأهل هو حاسم المركز الأول في الأساس أنا أشوف أن في هذا التوقيت من الموسم هو أفضل توقيت أنك تجدد عقد رامون دياز إلى سنوات قادمة موسمين أو ثلاثة قادمين بسبب في حقق شرطين مهمين الشرط الأول في مسألة التوافق بين الإدارة الفنية واللعبين وقلنا على نقطة أن اللعبين يخرجون أفضل ما فيهم مع رامون دياز النقطة الثانية واللي هي الأهم اقتران النتائج الإيجابية مع جمالية الأداء اللي هذه الأساساً تعتبر في نادي الهلال معيار أساسي أو متطلب أساسي أنه دائماً النتائج تكون مقرونة في أداء كانت الجماهير تطالب في خروجها بعكس رامون دياز اللي لا يعني تقدم فريق شرس هجومياً فريق تصل نسب استحواذ على الكرة لأرقام خيالية فوق الـ 70% كل هذا يعني يبين لك ويبرر مسألة حتمية التجديد في هذا الوقت نعم أيضاً عندنا كذلك بريرة صبق الأغلى بالفريق يعني مردود نقدر نقول أنه شبه يعني معدوم في المباريات الأخيرة عكس المباريات السابقة اللي قدمها مع جاردن في آخر أيامة كانت يعني تقريباً مباريات جداً مميزة شنو المسألة اللي يعني قاعد يعاني منها بريرة حالياً أنا أشوف أن المشكلة الأساسية في اللاعب هي مشكلة ذهنية بحثة خصوصاً أننا نعرف أن اللاعب يملك إمكانيات جداً عالية وقدم مستويات في البريمر ليغ أو حتى في البونز ليغ مستويات مميزة وحتى مع الهلاف وحتى لكن على فترات يا محمد ما هي بشكل مستمر أنت لاعب لما التعاقد معه في هذه القيمة المادية العالية بالإضافة أنك تعرف أنه يملك إمكانيات جداً عالية أنت تنتظر جودة الاستمرارية في الأداء صح لكن هذا مفقود مع بريرة يعني هو فعلياً حطم أو ينافس على تحطيم رقم أكثر من صنع أهداف في الدور السعودي لكن في قيمة بريرة ما هو هذا المنتظر المنتظر أنه في كل مباراة يأتي ويقدم أداء يشفع لإمكانياته ويشفع لقيمته العالية يعني شفنا لاعبين أو محترفين في الهلال على سبيل المثال يعني كاريو في فتراته مع بدياس قدم مستويات جداً عالية وجداً مهولة ونال استحسان جميع المتابعين مو بس جمهور الهلال يقالوا واللي قاعد يقدمه كذلك مع الهلال فيه بشكل مستمر يعني هؤلاء اللاعبين يضرب فيهم المثل يعني وكذلك طيب في الحل مع بريرة إذا كانت مشكلة ذهنية في حمد المنتظر كيف أعتقد أن اللاعب يحتاج فترة يعني توقف حالياً مو فترة مشاركته يعني لازم يريح فترة ويحاولون يشوفون الأشياء اللي قاعد تعيق اللاعب أن يكون تركيزها داخل الملعب بشكل أكبر سواء كانت فنية أو كانت ذهنية أو حتى مشكلة خارج الملعب أو عدم تأقلب اللي يكون يعني لازم يكون في حل لهذه المشكلة جميل جداً طبعاً نختم موضوع أخوي محمد عن الهلال بفاصل ومن ثم نعود الحديث عن الفقرة الثنية أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدينا مرة أخرى مثل ما عودناكم في برنامج صوت الجماهير الفقرات المتنوعة فقرة الاستوديو الفني مع أخوي عبدالله البلوشي حاب يتكلم عن أدوار كانتي سواء مع كونتي أو مع ساري يكيد أنه لاعب مميز وكبير ودنا نتعرف على أدوار المتنوعة أكثر محمد أبي استأذنك لو تسمح لي قبل لا أقول أدوار كانتي لازم أتكلم كانتي ويعطيه مقدمة خفيفة إذا قلت لا ما رح تعطيه لا بقول نضب المياه محمد نحن لازم نعرف أن كانتي هو المثال الأسمى لرجل الرياضي ما هو المقتصر على رياضة كرد الغدم كانتي هو المثال أو هو المعادف لمعنى أنه يكون رياضي وصاحب خلق عظيم لأن الرياضة في جل الرياضات ليس بس كرد الغدم قبل لا تكون رياضي لازم تكون صاحب أخلاق عالية فكانتي هو يعكس هذا الشيء الذي يقول وقد تختلف وجهات النظر في كانتي كلاعب لكن تتفق على علو وسمو أخلاقه كلاعب كرد الغدم بحمود نتكلم عن كانتي أول شيء سأتكلم عن رانيري بشكل بسيط كان كانتي مع الإستر الخاص برانيري يلعبون برسم 4-4-2 وكانت أدواره كلاعب ارتكاز مختزلة ومختصرة أنه تطري عليه الجانب الدفاعي بأنه يبتره هجمات الخصم ويقرر مسار الكرة بشكل عظيم لكن أدواره الهجومية ما هي طاغية هذا دور كانتي مع رانيري مع كونتي تطور نوعا ما في رسم 3-5-2 أو 3-4-3 أي ما كان رسم المهم منه ثلاثة الدفاع كانت يطور في حسن التمركز بدون كرة تطور من هذا الجانب كذلك نسمحنا نشوف بالشاشة كان يكون خيار تمرير للقلوب أنت تدري أنك كاسب لاعب زايد كثلاثة الدفاع فكانت يكون يتمركز مكان الصحيح أنه يكون خيار تمرير بجانب متج في الجانب الأول لدرجة أنه ساعد ماتج وريحة دفاعيا ماتج حط قولين بالموسم هذا وصنع تمان أهداف وتتكلم عن لاعب ارتكاز كلاسيكي فتطور من حسن التمركز والتصرف مع الكرة وخلق يمكن أفكار هجومية أو هجومة المركبة مع تشلسي كونتي الجانب اللي تغير فيه كانتي كليا كانتي نسخة موريسي وساري ساري يعني جاء في فكر مخالف لمنهج تشلسي في العشر سنوات قبل أن يوصل فيها ساري قام يضغط عالي وجلب يمكن جورجينيو الولد المحبب له وصار جدا من قلوب ما هو كانتي صار جورجيني يعني تبي بناء من خلف في رسم أربع ثلاثة ثلاثة كانتي كان الظلع اليمين في ثلاثي الوسط نفس ما احنا شايفين أدوار كانتي كان بدون كرة كان يزيد من فعالية الضغط العالي كان ساري يمكن يبيكسب الكرة مو نفس قبل الثقافة اللي قبل لنغلق مساحات لا بضغط في ملعب القصم وأزيد من فعالية الضغط العالي تدري كانتي يزيد من فعالية الضغط العالي والضغط العكسي في استرجاع الكورو في أقل ثواني ممكنة زائد لدوار الهجومي أنه كان عنده الوعي اللي يتطور مع ساري في أنه يزيد بالبوكس ويسجل نسمة يمكن تذكرون نقول كانتي على الستي يوم دخل وشاتن تأتي المبرو يمكن فوز الستي إذا ما كانتني الذاكرة عصارة كانتي وتطوره الهجومي استفاد منه تخيل بأنه كانتي مع تخيل يمكن إذا كان فيه رسالة شكر ومفروض يقدمها تخيل يقدمها عق موريسي ساري لأنه تطور أيضا مع تخيل باللمسة الأولى وشوفني يمكن الصناعة لصناعها بهدف ضد ريامدريد في الإياب حينما كنا نتوقع أنه كانتي عندك لهذه الامكانيات الهجومية والاستلام والتسليم بهذا المستوى هذا يعطيك هدوء اللاعب ومدى عقلية اللي يتفوق مسألة 100% أنت محتاج أنه تكون 60% عندك عقلية عشان تكون اللاعب متطور كانتي تعدى المسألة هذه وتطور مع تخيل باللمسة الأولى وتطور أنه يلعب تحت الضغط وتطور بالإسلام والتسليم فهذه مراحل تطور كانتي وتعكس لك مدى عقلية اللاعب وموهبتها العظيمة مع مختلف المدربين اللاعب يان في تشمسي جميل ووارد أن نشوف كذلك نسخ أخرى من كانتي للاعب شباب والمستقبل قدامه ومثل ما تفضل أخوية الدلاء هو لاعب صراحة كبير فنيا وكبير أخلاقيا يستاهل هذه الفقرة من أخي عبدالله بلوشي فاصل ونعود معكم للحديث عن مواضيع أخرى أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مرة أخرى محمد قاعد نشوف أبو بيانك حاليا ومشكلة كشف طبعا النادي أو بعض التسريبات على موضوع عقد الله يقول لك 18 مليون راح يتقاضى ففي استيام من الجمهور بهذه المبالغ بالأخص أن لا بورتا قاعد يقول أن حاليا نحن في مرحلة تقشف وإعداد مشروع اقتصادي 18 مليون لأوبا يستحقها ما يستحقها محمد اللي لازم نعرفه أول شي أن راتب أوبا في أرسنل كان 415 ألف يورو أسبوعيا برقام 20 مليون يورو سنويا لما قبل أنه يضحي بمهمة أو بانتقال اللي برشلون ضحه بمبلغ 32 مليون مع أرسنل لما أنهى عقده مع أرسنل بالتراضي قبل بأنه يستلم 95 ألف شوف الفارق 95 ألف يورو أسبوعيا 2 مليون يورو نتكلم عن هذا الموسم فالطبيعي أنه بالموسم يعني بسبب كذلك جزئية ومسألة ما تخفاكم جزئية سقف الرواتب وقانون اللعب المال النظيف ما راح يجي إلا بهذا المبلغ راح يتم تعويضه في الموسم المقبل راح يكون يرتبع سعر أو راتب اللعب الخبر طالع من صحيفة الديشماركي أنه راح يستلم من الموسم القادم 18 مليون مسألة أنه يستلم راتب صافي 18 مليون أنا أعتقد أنه الخبر يحتاج يعني مسألة وقت عشان نتأكد منه من أكثر من مصدر لكن الجزئية المنطقية 18 مليون ممكن تكون محمد إلى 2025 يكون الراتب يعني كمجمل محمد الكلام اللي قاعد يقال أنه ممكن يستلم هو الاتفاق كانوا 20 مليون قال له 2 مليون هذا الموسم 18 مليون فهذه توزيعها توقع أنها طبيعية إذا على موسمين محمد أو على موسم ونصف 20 مليون المبلغ أنا أشوفه صراحي طبيعي كبير جدا يعني على أبو مينغ لكن مع الأرقام اللي قاعد يقدمها قاعد يقدمها أبو مينغ صحي لما تتكلم عن 9 هداف 11 مبارات أنت من نهاية جائبة بدون حقتين ومحمد في شهرين عادل هداف الفريق منفس ديباي ووصل إلى معدل تسجيل هدف كل مية دقيقة مع برشلونة وهذا المعدل يمكن أفضل من معدل لأنه كان هداف التوري الإنجليزي بالتناصف نتذكر مع صلاح وماني في موسم 18-19 فأعتقد أن المبلغ مع استمرارة المبلغ حتى صيف 2025 نهاية عقدة أن يستلم 18 مليون هذا أمر أتوقع غير منطقي خصوصا للإدارة أني ماني ولابورتا كان شغلهم الشاغل وجهدهم الجهيد من وقت ما جو أنهم يخفضون سك في الرواتف فهذا أمر غير منطقي لما تعطيه ويتخالف مع بالضبط مع القيم صح بالضبط بالضبط أنا 200 دينار زيادة وما أطلعوا إياك عموما تينهاك طبعا نوقع مع مانشستر رونايتد رسميا لمدرب الهولندي كمدير فني للشياطين الحمر شون راح يدير الربال فيكم وتوقع كل مدرب يجي مانشستر يونايتد يعد نسمع أن التطلعات تكون عالية محمد والحماس يكون عالي لأنه شفنا أكثر من هوية مختلفة المدربين اللي يقدموا أنا صراحة بديت يعني نوعا ما ما قم بتحمس كثير ولكن إن شاء الله أن يكون هذا المدرب مختلف مع مانشستر يونايتد بالنسبة لك شون تشوف تينهاك شوفه أول شيء إحنا لازم نتكلم عن المشروع بشكل كامل ليش هالمرة التعاقد مع تينهاك كان مختلف عن أي تعاقد مع مدرب آخر لأنه رافق التعاقد مع تينهاك غربة كبيرة في الإدارة الاقتصادية والإدارة الفنية والرياضية في مانشستر يونايتد يلا يتعددون لي أولا في تعيين ريتشارد أرنولد كمدير تنفيذي وهذا الرجل كان ضلع أساسي من أضراع إدوارد في مسألة في المساء الاقتصادية وحتى يعني الرجل جدا عمله كان عمل فارق مع مانشستر يونايتد وحصر على جائزة سبورتس بيزنس انترنشنال يعني في العالم الاقتصادي يعني رجل ضديع جدا وقادر على التطوير من هذا وقادر على المحافظة على ما حقق مانشستر يونايتد من إرث في الجوانب الاقتصادية اقتصادية لا تخاف عليها في السنوات السابقة بالإضافة بأن مانشستر استحدث لأول مرة في تاريخه منصب مدير كر أول مدير الرياضي في تعيين جون مورتو وهذا المصب ما كان موجود فيه مانشستر في السابق وهذا يدل على أن مانشستر قاعد يقسم الإدارة إدارة رياضية واقتصادية الاقتصادية يكون مشرف إشراف تام عليها ريتشارد آرنول والإدارة الرياضية يكون مشرف عليها جون مورتو اللي تم تعيين كنائب له داريني فليتشار نجم مانشستر السابق وكذلك اللاعب الخبير سابقا في الجانب التقني يعني داريني فليتشار رح يكون نائب جون مورتو وكذلك يكون مهتم في الجانب التقني والمعلوماتي لنادي مانشستر يضاف على هذا تعيين رافل راقنك كمستشار فني وتعيين بالنهاية تينهاك كمدرب للفريق المتابع للأحداث أو لتصاريح تينهاك وكذلك راقنك رح يرى التوافق وكذلك مثل ما نقول الاتفاق الواضح بين راقنك وكذلك تينهاك وكان مفقود محمد هذا طبعا كان مفقود كذلك المناصب التي ذكرتها كانت مفقودة في السابق وما في توافق إداري فني بالنادي هذا أول مرسل توافق إداري كمدير تنفيذي مدرب يعني أنت استحدث ممكن سبع مناصب وهذا صج نسينا بعد كذلك مسألة الكشافين في غربة كبيرة في طبعا جانب المواهب والكشافين والأكاديمية على الجانب المحلي وكذلك على المستوى الخارجي راقنك وتصريحات راقنك وتينهاك في النهاية المتابع لها راح يكتشف أنه في تناغم وتوافق وكذلك في تأكيدات مو وعود لا تأكيدات على مسألة التغيير وكذلك أنه مركزية القرارات الرياء التي تخص فريق ماشيستن يونايتد راح تكون عن طريق هالرجلين اللي هم أساسا يكملون بعض وأساسا تينهاك يعني يؤمن في الأفكار اللي يؤمن فيها راقنك هم راح يسوون غربلة وكذلك من بداية مشروع وهذا يوضح لك أن العمل هالمرة مختلف ليش لأن في عمل على استدامة النجاح يعني ما هو عمل لفترة مؤقتة وتكلم راقنك قال احنا ممكن ننجح مثل أمثلة كثيرة بعد سنة لكن احنا الهدف ما هو السنة بناء مشروع رياضي بناء مشروع على خمس أربع سنوات جميل صراحة كلام يدعو للتفاؤل مثل ما تفضل أخوي محمد راشد هذه المرة راح تكون بإذن الله مختلفة للشياطين الحمر وإذن الله يكون النجاحات قادمة عبدالله أنا ودي أتكلم صراحة عن تياقوالكنتارا اللعب هذا مميز قاعد يقدم مستوى جدا رائع مع ليفربول بالرغم من أنه كثير شككه بنجاحه مع ليفربول أول ما جاء مع أن كلوب كان يعني يراهن عليه وكان يعني يبيب أي طريقة كانت لأنه لاعب والله مو بدني ونعرف أن ليفربول يعتمد على اللاعبين البدنيين ولاعب كذلك من نوعية اللاعبين اللي ما عنده سرعة يعني بالسبرنتات أو الأداء وغيره ولكن نجاح نجاح مميز صحيح كلمني عن هذا محمد ياقوالكنتر بالنسبة لي مظلوم من أول ما استقطب ليفربول والسبب الأراء اللي طلعت حوله وأراء لا شك أنها تحترم لكن يعني أنا بالنسبة لي من الجحاف أن تطلع أراء لحظية يعني على تياقوالكنتر وتحديدا بسبب يعني شكل ليفربول بالموسم الماضي تكلم أنت عن فقدان لاعب نفس فان دايك الأفضل كان في مركزه بالعالم وفقدان ماتب وفقدان البديل قوميز زائد أنك أنت خسرت فابينيو رجعت للقلب وخسرت هندرسون رجعت للقلب يعني توليفة الوسط المبنية حول تياقوالكنتر كانت شبه معدوم فإطلاق الأحكام اللحظية من غير مرعاة ظروف ليفربول فهذا بالنسبة لي إجحاف مع مع التوافق اللي صار مع عودة الإصابات ومع رجعت فابينيو النص المال مع هندرسون صار فيه تنوع وسؤلفنا فيه بالحلقة الماضية وقلنا التنوع اللي صار في وسط ليفربول طبعا هذا كان تياقوالكنتر كان يعطيك الاختلاف اللي مو موجود في أسلوب كلوب يعني أسلوب كلوب ناس ما تفضلت قبل شوي في السنوات الماضية قبل الله يكون تياقوالكنتر موجود وسط طاغي عليه الجانب البدني معه وكان الفريق يتعثر أمام الفرق اللي تلعب بالديب بلوك أو تتكتل بتغلق المساحات لأن ليفربول ما يلقى الطريقة المناسبة اللي ما عنده لعب الوسط اللي يلعب الرسك اللي بساطة اللي تخلخل تمركز اللاعب وتعاقدوا مع كيتا عشان هذه المشكلة ومن ثم تعاقدوا مع تياقوالكنتر كيتا مو حل لهذه المشكلة بشكل فوري كيتا يمكن هم عنده جانب بدني أيضا ولكن تحكمه الكرة مميز لكن تياقوالكنتر يعطيك الاختلاف اللي مو موجود فمن أول ما صنعت توليفة الوسط اللي شفناها بآخر موسم ويطاف شفتني يمكن ليفربول مختلف ليفربول مهما تكتل تكتل أمامه بشكل منخفض أو تلعب بأي اسلوب كان تياقوالكنتر راح يجد الحل قدام أي فريق موجود فبالنسبة لي تياقوالكنتر مظلوم وبيّن شنو تياقوالكنتر في هذا الموسم فعلا فعلا قاعد يقدم اللاعب مستويات مبهرة مع ليفربول فقرة كشافين صوت الجماهير أن أخوي محمد راشد منه اكتشافنا لهذا الأسبوع اكتشافنا خليفة الفضل اللاعب اللي جايبين الطول خليفة موهبتنا اليوم نيكو شلوتر بيرك مدافع نادي فرايبوغ ماني 22 سنة طولة 191 قيمة السوقية 25 مليون لعب في هذا الموسم 29 مبارات سجل أربع أهداف له كسب 110 صراع حوائي من 140 ورقم هذا جدا عالي وكبير له 12 تمريرة مفتاحية يعني كباص وهو قلب دفاع لاعب مميز تحت الضق تمريرات طولية وحتى القصيرة جدا مميزة عنده ثقة وهدوء كبير يضاف إلى هذا قوة الشخصية والقيادة رغم صغر سن اللاعب حاصلها في هذا الموسم على تقييم مرتفع يعني حاليا من أعلى التقييم بمسألة المدافعين على مستوى الخمس دوريات الكبرى هو 7.6 يعني وهذا رقم يعتبر مرتفع قريب جدا قريب من نادي بروسي دورتمون كان في أحاديث أنه بينتقل لبايرن ميونيخ لكن تكلموا الأجسة الإدارية في بايرن أنه هو يعني مقارب لهيرناندز لوكاس هيرناندز ف يعني فضلوا أن يتعقدون مع مدافع يجي دلعف في قدم اليومنا لأن شروتبرغ يلعف في قدم اليسر وهذا كانت مهبتنا جميل جدا تذكروه هذا الاسم جيدا فاصل ونعود معكم لفقرة المواجهة أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدينا مرة أخرى في فقرة المواجهة أو المناظرة اللي اختلاف فيها بالرأي لا يفسد للود قضية عندنا اليوم طبعاً موضوع أشعل وسائل التواصل الاجتماعي من نزلنا التصويت هل ميسي أفضل لاعب بالتاريخ شاركه 15 ألف شخص في هذا التصويت وفاز ميسي في أنه أفضل لاعب بالتاريخ بنسبة 79% مقابل 21% يقولون لا ميسي ليس الأفضل بالتاريخ لذلك نبي نحسم المواجهة ومناظرة ما بين أخوي محمد راشد العتيبي وأيضاً أخوي محمد مرزوق العتيبي حول هل ميسي الأفضل بالتاريخ أو لا نبدأ طبعاً مع أخوي محمد راشد هل ميسي الأفضل بالتاريخ لا من وجهة نظر محمد راشد لا من نسبة لوجهة نظر محمد مرزوق العتيبي هل ميسي الأفضل سي سي جميل جداً إذن تبدأ المواجهة وهذه المناظرة بس لاحظت الانتزامة بيني وبين أبو راجد تذكير زلاتان ويوم طالع رونالد ويابحة كتبها ساملة هذه نفس رويس واللي بعد دفع عندنا ثلاثين ثانية عند محمد راشد ليش مسي من أفضل التاريخ؟ شوف بوجهة نظري محمد أنا ضد الفكرة من الأساس أنا ضد فكرة أن يكون لعب مفضل على 160 سنة كرة قدم لأن كل حقبة كان فيها لعبين مميزين كان فيها لعبين أساطير كان فيها لعبين قدموا لكرة القدم تأثير عظيم فأشوف أن التصنيف يكون على كل حقبة ما هو لعب يكون مفضل على 160 سنة كرة قدم جميل هذه بالنسبة لمحمد راشد يقول لك أنا ما أمن بموضوع التفضيل ما في لاعب الأفضل في جميع الأجيال بالنسبة لمحمد مرزوك تفضل 30 ثانية عندنا كلام كابتن براشد منطقي إذا كان الخصم غير مسي إذا ما كان يمتلك كافة هذه الأرقام لما نتكلم حاليا المصطلح اللي يقال عن لاعب في عالم كرة القدم أرقام قياسية لكن اللي قاعد نشوفها الحين أرقام ميسية يا بو راشد احتكر جميع الأرقام لاعب نافس الهدافين بالأهداف ونافس صناع اللعب بالأسست ونافس المهاريين في المراوغة احتكر وقدم في كل نسخة من هذه النسخة وهذه المراكز النسخة الأكمل فلما نتكلم عن مسي يا بو راشد أعتقد أنك تتكلم عن الكمال الكرة هذه وجهة نظر محمد طبعاً احنا ما بلشنا بالمناظرة إلى الأرقام متحمس عندنا ست دقائق للأخوان طبعاً يتناقشون هالمسي الأفضل بالتاريخ رد الحين تقفر شوف هو بالنسبة للأرقام في كل حقبة رح نجد أن في لاعب حقق أرقام تاريخية بالنسبة للحقبة اللي هو فيها بالنسبة للأرقام مسي كذلك في نفس الحقبة اللي احنا فيها في لاعب آخر كريستيان رونالدو أنا بوجه تنظري أساساً مسي لحد هذه اللحظة في مفاضلة يعني حتى لو نتفق أنا وياك على الحقبة هذه أن مسي في ملايين غيرنا يقولون لا كريستيان رونالدو لأن كريستيان رونالدو كذلك حقق أرقام تاريخية أرقام أصبحت مثل نقدر نقول عنها أرقام كريست رضيانية فهو يعني نافس ميسي على جميع الأصحي سواء القرات الدنبية أو الأهداف وما إلى ذلك هذا في 2014-2015 أنا أقول مع ذو راشد كانت في منافسة كانت مفاضلة مثل السؤال الجدل اللي كان يطرح من 2009-2008 أن ميسي أفضل لاعب في التاريخ أنا لما أجيب لك تصريح ناس عاصروا ماردونة وعاصروا بله يتكلمون ويقولون هذا اللاعب سابق جميع اللاعبين اللي شفناهم جوزي فونتين هداف كاس العالم 58 اللي سجل 13 هذف في نسخة قال كنت أرى أن بيلي الأفضل وديستيفانو الأعظم والعظم الله سبحانه وتعالى لكن بعد ما شفت ميسي شفت لاعب تجاوزهم بأميال بسنوات ضوئية واللاعب شفت فيه حتى هاجس أنه يحطم رقمي اللي حققته لما نتكلم عن زملاء ماردونة في كاس العالم 82-86 أرديلس باتستا بالدانو براون كلهم تكلموا زامنه ماردونة براون وينو الأخير واسه براون؟ لا 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 لأ لا هذا كبتين كبتين لنزلتين الفونتين ترى نفس الشي صرح عن بيلي قال لما شفت بيلي يلعب كرة قدم ولما تابعت بيلي قلتنا لازم اعتزل كرة قدم بس كلما شعب ميسي خير راية لا لا هذا تصريح يعني تكلم فيه وعادف أكثر من فترة يوهان كرويف بنفسه قال الكمال الكروي اللي شفته في لاعب كرة قدم كان في بيلي اللاعب المتكامل أنت لما تجي تفضل ميسي على التاريخ كله راح يكون ميسي في مواجهة باكين باور بيلي ماردونة تلاتيني كلها أسماء حققت أرقام وحققت إنجازات تاريخية حققت أرقام تباهي ميسي أنا أسلتشو أنا أسلتشو طبعا طبعا أنا لم أجيك أكثر لاعب صنع في تاريخ كرة القدم بتقول لي ما فيه إحصائيات قبل 2006 وال2005 باخذ معاك بالمنطق ميسي الحين واصل تقريبا 400 تسس ولي الأرقام أقول لك 400 تقريبا 400 تسس لا 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 نفسه لانتك 366 نظر ميسي 366 يعني ما فرقة 6 يشيل لي أسستات دوري فالانسي لا لا أنا بأعطيك بأعطيك نقطة على نفس الشي كريستيانو في تسجيل أهداف متخطي بيسي في معلومة لعبة أكثر منها لا لا في معلومة كثيرة يجهدها كريستيانو روناردو الثالث في عملية الأسس في التاريخ يعني عامة كريستيانو ما هو بعيد كم أسألة سناعة تعرف رغم 270 كم الفرق بينه بين ميسي بين ميسي تقريبا 80 أسس تدري شنه النقطة رغم أن هذه ما هي أبرز مميزات كريستيانو روناردو نحن نتكلم في النهاية أنه لاعب هداف فحح ما هو مشروع ما حالما تتكلم عن الأسس قاتل وهو ثقف التاريخ دقيقة الآن قاله كريستيانو أنت لما تطرقت قبل شوي كريستيانو كريستيانو تبتحطها مناظرة حطها مناظرة أفضل هداف أفضل هداف في التاريخ كريستيانو أنا قاعد أقول له أفضل هداف في التاريخ تدخل كريستيانو النقاش الجدلي مع ميسي هذا تجاوز ميسي قاعد يتكلمون عنه حالياً أنه يحتاج أن يحقق كاس عالم أنا أشوف أن ميسي أفضل لعب في التاريخ إذا جاب كاس العالم ميسي هو التاريخ خلاص ميسي تاريخ هذا يبقى وجهة نظرك إحنا لما نجي عشان يكون الكلام منطقي إحنا لما نجي نقيم لاعب على مستوى التاريخ راح نتكلم عن تأثير مستوى قيادة إمكانيات إنجازات فردية وجماعية هذا كله هذا عند ميسي وعند بيلي ثاني أكثر من عند بيلي بيلي واستمرارية ونجع بيلي العمعكم نادي أنا بقول طلع بره برازيل طلع بره برازيل أنا برازيلي ترى أنا برازيلي نادياً كوهوس العالم كان هو أفضل لاعب في العالم يعني أنت تتكلم لما بيلي يلعب 14 مباراة في كأس العالم نعم ويسجل 12 هدف لكن الصدمة لما تعرف أن الصنع 10 أهداف غير 12 هدف مبروحة بيلي مبروحة لا شوف تأثير معه لاعبين شوف التأثير بعدين الحين التأثير التاريخي الحين نروح للنقطة الثانية نقطة تباين لزمنة أنت لما تكلمت وضربت لحقب ما أعتقد أنه فيه حقبة أصعب من العصر اللي حين قاعد نشوفها بضرب لك مثل في هدف عندي رد عليها خلنا جواب خلنا جواب لا تقاطع نسي لخليفة وناصر لا 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 قاعد كل رد عليها كم جرد مداعبات مبروحة لما نجي سالفة الصعوبة في الأزمنة الكل استشهد بهدف ميسي مع خيتابي وقارن بهدف مارادونا مع منتخب الأرجنتي ضد إنجلترا مارادونا لما سجل هدف كان عمره 26 سنة ميسي لما سجل هدف كان عمره 19 سنة مارادونا لما لعب وسجل راوح تشوف تصرفات لعبين منتخب إنجليزي قلين هودل ولا مدافع اسمه بوتشر يعني أنت جزار صاير لي بودي جارد مارادونا للهدف شوف تعامل اللاعبين خيثابي والخشونة والحدة الموجودة والخنافسية الحين في أنت خذت وقت أنا برد عليك لا لا مو بس تصريحات الأكثر تنظيمة هذا الفترة أنا أقول هي المسألة السادة البنية العملية العملية طردية في هذا الزمن صار في صعوبة في التكتيك صار في الرتم أسرع صارت الإعداد البدني أقوى لكن في المسألة الطردية كذلك تروح إلى العصر السابق كان التجهيز الطبي سيء كان عملية الاستشفاء ممثل الأجهزة والتطور اللي حصل في العصر هذا الملاعب سيئة الخصوم كذلك والحماية من القانون كان ما هو موجود يعني موجود تظهر لو كان في أحد من العصر السابق جاء الحين ممكن يقدم أحسن ممكن يقدم أحسن هذه أشياء ممكن إحنا ما نقدر نجزم فيها لكن هي كل عصر وكل حقبة كان فيها صعوبتها يعني أنت تتكلم على العصر هذا في صعوبة كذلك عصر مردونة كان في صعوبة رغم هذه الصعوبة مردونة لعب في مسيرة 580 مبارا ترسج يعني أنتشى النابولي من القاع إلى القمة جميل هذا تقدر تقول بلاتيني كذلك لما تتكلم عن لاعب لا أعرض على جزية مردونة طلع بلاتيني حسنا تتكلم مردونة بما أن المفاضلة حالياً الدرجة بينه وبين مردونة بينه وبين مسي مردونة عند استمرارية مجرد فترة توهج ونشوت مردونة من 84 وقالوا أن المردونة ما هو صحي لا لا أنا معاك أنا معاك باللقام باللقام أنا باللقام أنا أتكلم الآن تقولي ببلش النقطة ما يصير بلاش يلا قول خلنا تقطعت المردونة من 4 3 دقائق لا تتكلم عثوان 84 90 هذه فترة توهج مردونة إذا شلت فترة الأولى مع فريق أرجنتيني مع أنا أبولي أنا قاعد أقول لك الحين كم تبي ثماني سنين أنا أتكلم مردونة في موسم 79 مع أرجنتيني لاعب يلعب 40 مباراة في الموسم يسجل 35 هدف ويصنع 25 هدف جميل حطيت الرغب هشوف الرغب الموسم الموسم اللي بعد يسجل 20 الموسم بعد يسجل 25 مع صناعات كلها تتخطى 10 أهداف خل خلي كمل نقطة ما يوصل الرغم اللي يوصل لها مسي لما نتكلم حنا عن داعب ووصل براشد بس خلي نقول النقطة 16 17 موسم باستمرارية بإذاة الجودة باختلاف المراكز تدريب برشلون لما اتكلم لما اتكلم انت ما لكل الصور غيرها غيرها في مضمون منادر ما راح تجعل دقيقة على الرقام خلنا اتكلم زين خلي أعلى أعلى لاعب في تاريخ كرة القدم سجل أهداف في سنة أعلى لاعب سجل في تاريخ كرة القدم في موسم واحد أعلى من صنع أهداف الحين بالمساهمات الهجومية أكثر لاعب سجل في تاريخ كرة القدم أكثر من يمتلك كرة ذهبية أحذية ذهبية تتكلم لا لا الارقام 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 اللي هو قال هذه كذلك تنطبط أنا يعني كلمت عن بلاي في الاستمرالية بلاي بلاي لعب في 12 سنة في جيل سانتوس الضهبي عظم سانتوس عظم حقب سانتوس انت الحين قط اتكلم شيء مراضي اختم اختم أنا بقولك بس عطني مجالي عشان اذكر النقاط والارقام أنا بقولك بلاي في 58 62 70 طول هالسنوات هو افرى اللاعب في العالم 63 62 خذ اللي باتدورس راح لعب الانترنشنل الانتركنتينلتل وحصل عليها في سنتين متثاليتين نروح لك كريستيانو اللي هو في حقبة ميسي هو تكلم عن الارقام التاريخية كريستيانو الهداف التاريخي للمنتخبات 115 هدف كريستيانو الهداف التاريخي لأقوى بطولة حاليا للشامبينز ليك كذلك هو أكثر صانع أهداف في الشامبينز ليك هو أكثر مسجل في دور الثمانية في قبل النهائي في النهائيات هذه كلها أرقام احتكارها مجمل احتكارها طبعا طبعا هو كذلك ذكر لك أنه أكثر مجمل ذكرت أكثر من الارقام هو صنف طبعا أنا قلت تكلم شكرا محمد راشد وشكرا محمد مزوق باصر وأنا أعد معكم الحديث عن مواضيع أوروبية أخرى أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مرة أخرى عندنا مواضيع عندنا نتكلم عنها عندنا طبعا باتشور مباريات دوري أبطال أوروبا عندنا مبارات مدريد ومانشستر سيتي ونبي نستعرض الحين التشكيلات المتوقعة الأكثر استخداما لهذه الفريقين بالنسبة لهذه المبارات شون تشوف لا شك محمد المبارات قمة وانت قاعدة سيتي قاعد يلعب ضد مو بطل بطولة والد هذه البطولة نعم اللي هو بريال مدريد لكن البطولة ونفس المباريات والقمم هذه محمد نسما أنتو عارفين ولا تخفاكم ما تخضع المعايير صحيح لكن إذا تريد تأخذ بشكل سريع النقاط قوة وضعف الفريقين ريال مدريد من نقاط قوة نسما تقول خط الوسط توهج بنزيمة بالنسبة لي اللي عطوه من الحين الكرة الذهبية لا تنطرون من الحين عطوه بنزيمة الكرة الذهبية نتائج عمل اللي قاعد يسوي لكن ريال مدريد بنشق دفاعي من غير الكرة ما أدري يعني حنا تكتيكين باخذ رائع ما أدري توافقني براشد إن ريال مدريد يستقبل عدد فرص كثير نسما استقبل جدام باريس وجدام تشلسي لكن الستي إذا عطيته كمية هذا الفرص ممكن يقتلك في أي مباراة كذلك ريال مدريد يعيش الوحيد يمكن بفرق أوروبا وبالعالم اللي المواقف هذه بالنسبة له سهلة متى ما زادت وثيرة المنافسة متى ما كان يوقف ريال مدريد ريال مدريد قاعد يصدمنا مباراة المباراة وأكيد أنه طلع فرق جدا مميزة تشلسي حامل لقب كذلك نتكلم عن اللي قبل باريس سنجرمان كذلك وصل النهاية قبل سنتين رأيك محمد راشد ريال مدريد نحن نتكلمين على في مواقف سابقة ريال مدريد دائما كلما اشتدت شدة المنافسة كان فريق أقوى مثل ما تكلم عبدالله عن الستي إن إذا عطيت عطيت المجال في عمل كل هذه الفرص ممكن أن يقتل كذلك ريال مدريد ممكن إذا فرقت له المساحات في ظهر المدافعين يملك الجودة في الخروج واستغلال هذه المساحات وممكن أن يسجل مباراة صعبة ومعقدة ما تقدر تنزم حتى أو تتوقع نتيجتها جميل جدا كذلك عندنا طبعا ليفربول وفي ريال محمد راشد اللي يتكلمني عن هذه المباراة أكيد أن ليفربول راح يعني تعلم من أخطاء نقدر نقول بايرو ميونيخ وأخطاء يوفنتس ويعني شد الهمة ضد في ريال طبعا المباراة مرح في ريال مرح يكون مفاجئة بالنسبة ليفربول لأنه شاف مباراتها مع بايرو وكذلك مع يوفنتس شفنا في ريال قدم أداء دفاعي تاريخي أمام بايرو ميونيخ في المبارتين شفنا أمري أدرج بعض الأفكار المهمة اللي ساهمت في إيقاف مكامل خطورة بايرو ميونيخ اللي أساسا ليفربول يملك أو يلعب في بعض هذه الأفكار مثل الضغط العالي والضغط العكسي شفنا القدرة لفي ريال على إيقاف هذه الأفكار بجودة عالية مثل فكرة اللي احنا تكلمنا عنها في أحد المرات في مسألة عملية إيقاف الضغط العكسي بشكل أساسي في خروج شنو الفكرة اللي قدهاها أمري اللي أنا سمعتها منك ودي أسمعها هذه الفكرة شنو الفكرة اللي اتخذها أمري التكتيكية والجديدة من نوعها في مباراة بايرو ميونيخ بالتحديد ممكن نحن نقول كان يعمل خطوة مسبقة لعملية فقد الكرة في مسألة الضغط العكسي خطوة استباقية نعم أنت لما تلعب ضد هذه الفرق وتستخلص منهم الكرة من الطبيعي رح يضغطون عليك في عدد ثواني قصيرة عشان يقطعون منك الكرة ويطبقون عليك الهجم المرة ثانية شفنا أمري طبق بشكل ممتاز في التحضير لهذه النقطة بعد حصول فيريال على الكرة نشوف مثلا نقول نظر المثال بريخو استخلص الكرة نشوف لعبين الوسط كوكالين وياكابو يضمون للعمق ويقفلون المنطقة بظهر بريخو بدال لا يكونون خيار تمرير بدال ما يكونون كخيار تمرير جميل وهذه النقطة استباقية عشان لما تنقطع الكرة من بريخو يكون فيه ظهر ساتر أو حائط دفاعي موجود وعنده قدرة على إيقاف هذا الضغط لا أستكلم الفكرة الفكرة هذه أنا الأمان أول مرة أسمعها ما أسمعت أي أحد طراحها من قبل صراحة فكرة جدا مميزة ولكن نبي نتكلم كذلك محمد على ليفربول أتمنى من الأخوان أنهم نزلون تشكيلة ليفربول نحن نتكلم عن أحد أقوى الفرق في العالم إن ما كان أقوىهم في الفترة حالية فريق يملك حلول يملك دكة يوم فاس مباراة صعبة جدا يملك دكة قوية ليفربول مختلف عن البايرين ومختلف عن ليفربول في تعدد الحلول في مسألة أنه يلعب أمام فريق يعمل الجدار الدفاعي ليفربول عنده قدرة على فك هذه التكتولات حاليا ينافس بشراسع المركز الأول في الدوري وقبل النهائي ومرشح أنه يروح النهائي فريق يورغن كلوب فريق تنافس من الدرجة الأولى ويعني مثل ما نقول التوقع هو في النهائي لكن مو بسهولة راح يعاني جميل نحن هنا نبي تكلم كذلك عن مانشستر سيتي من جانب ريال مدريد طبعا أخوان يتكلموا كذلك بعض النقاط عن ريال مدريد ولكن نبي نسمع عن مانشستر سيتي توقعاتك لهذه المباراة وشون راح يدخل هذه المباراة محمد الأكيد أن وضعية السيتي حاليا يعني وضعية لا يحسد عليها خصوصا أن الفريق قاعد يقاتل على جبهتين جبهة الدوري وجبهة الدوري الأبطال وكذلك المنافسة الشرسة اللي قاعد يعني يضيق عليه فيها الخناق لفربول بالدوري انتصار السيتي ينتصر لفربول يرجع فارغ النقطة حاليا نتكلم عن إصابات اللي قاعد يعانيها السيتي لما نتكلم عن إصابة ستونز لما نتكلم عن إصابة وولكر كانسلو أعتقد أن غورديولا في موقف صراحة لا يحسد عليه أمام فريق يجيد استخدام المرتدات يعني إذا ما شفنا أنشولتي يتمتع بالشجاعة ويقاتل على حظوظه في ملعب الاتحاد ممكننا ريال مدريد يصنع مفاجأة أما إذا لعب بالأسلوب الدفاعي اللي دائما يعودنا عليه إنشولتي يلعب بالذهاب بتحفظ وبالإياب يلعب بالأسلوب الهجومي فأعتقد أن سيتي أمام فرصة لحسم المرامي الذهاب بالنسبة لك ماشيسر سيتي محمد بالنسبة لي أبدا من حيث انتهب ومرزوق بالنسبة لي أن هذا أنشلوتي طبعا راح يدافع راح يلعب من غير الكرة وانت شفت جدام جدام باريس وجدام تشلسي واعتقد في موضوع هايمنة على الكرة ولا الضغط العالي راح يكون شرس ماشيسر سيتي راح يحرم ريا مدريد أن يلعب كرة غدم لكن الناس ما أقل تلعب جدام مدرب عادي يستحوذ على المساحة يستحوذ على الكرة يستحوذ على المساحة وفي نقاط ضعف في الستي أنت ما عندك ظهير مين ونقاط قوة ريا مدريد وجود فينيسيوس واستغلاله لهذه المساحة اللي يخلفها الضغط العالي ماشيسر سيتي لكن بالنسبة لي أشوف أنه بسبب وقوعهم في هذا الموقف السابق أنه وصلوا نهائي فأظن سيكونون مرتاحين الستي لكن النتيجة ما ديرت خمينها جدام كيان نفس ريا مدريد لكن بالنسبة لي أشوف موضوع الفرص صناعة فرص سأقول الستي جانب أكبر أنا ودي أسمع توقعاتكم بعيدا عن التحليلات محمد راشد ليفربول ذي ريال ليفربول بالنسبة لريال مدريد وستي صاحبه بس أقول ممكن الريال الريال يشوفها طبعا نهائي بين ليفربول وريال مدريد عبدالله بالنسبة ليفربول وستي ليفربول وستي نهائي انجليز انتم من تقريبا من دور 16 أو دور 8 كانت أغلبكم توقعاتكم للستي وليفربول عندنا كذلك جيرارد فيكي في تسريبات ظهرت في الأولى الأخيرة سببت بلبلة في وسائل التواصل والإسماعي والإعلام الأسباني وهي طبعا موضوع قضية السوبر وعلاقة شركة كوسموس المملوكة لللاعب كوسيط الاتحاد الأسباني ومسألة تضارب المصالح لاعب قاعد يسوق لشركته ويتعامل بشكل مباشر مع رئيس الاتحاد الأسباني وبالنسبة لك كلمني عن هذه القضية محمد محمد الشيء اللي لازم نعرفه هو شيء أن جيرارد بكي لاعب ورجل أعمال في ذات الوقت نعم كلنا نذكر تغريدها الشهيرة اللي كتبها بتويتر في 2016 لما كتب هارفر تايم وكان يستكمل يمكن شهادة إدارة الأعمال أو ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية الشهيرة بكي في 2017 أسس شركة اللي ذكارها محمد شركة كوسموس الأمر لما صور ولما سرب من صحيفة الكمبنسيال طلع أول شيء محمد كرؤوس إقلام كمانشيت أثار الجدل ونجح أنه في أن يسرع ضجع على بيكي بعد ذلك أتى التبرير والرد شافي وكافي من بيكي وكذلك من رئيس الاتحاد الأسباني شيء لازم نعرفه مع بيكي في هذه الشركة أربع مستثمرين آخرين منهم هيروشي ميكتاني رئيس شركة راكوتين الرعي الرسمي برشلونة اللي رعي برشلونة في 2017 في عقل تاريخي وعجازي 220 مليون في أربع سنوات هذا الشيء حدث بفضل علاقة بيكي بيكي في قصة السوبر الأسباني بعد ما صرح الأمر أن شركة كوزموس كانت مجرد وسيط مع شركة صلاة محمد اللي نعرفها اللي هي تدير الأنشطة الرياضية في المملكة العربية السعودية والعمولة اللي تأخذها شركة كوزموس عن طريق الشركة السعودية ما هو الأمر صور في البداية أنه يأخذ عمولة من روبلس من الاتحاد الأسباني لكن هذا الأمر عاري عن الصحة الشيء هذا فيما يخص جانب التسريبات السوبر الأسباني اللي ما تشوفها شابه الثاني الجزئية الثانية التسريبات اللي ظهرت بأنه يشتكي لرئيس الاتحاد في محادثة عن التحكيم خصوصا عن المباراة ريال الشيسيدات في موسم 19-20 ركلة الجزاء اللي ما احتسبت على بيكي وأنه كيف لاعب يخاطب هذا الرئيس الشيء اللي لازم نعرفه في ذاك الموسم كان أو في ذاك حتى في ذيك الأسابيع تحديدا طلع تسريح رئيس رابط الاتحاد أسباني خبر تيبس اللي قال بعد مكالمة بيريز ليروبوليس تغير تعامل بلفار تقول لي ليش لاعب يخاطب رئيس الاتحاد ليش ما كان رئيس النادي خاطب لأن برشلونة ما يملك رئيس بشخصية بيريز وما كان عنده لابورتا في ذاك الوقت جراد بيكي من 2017 في الموسم المجازر التحكمية اللي اخسر بيرشلونة بفضائح يعني من بداية الموسم إلى نهايته طلع بعد مبارات في ريال وإشار لشخص في المدرجات كان على ما على ما يقالنا خابر تيبس لأنه ما عندك رئيس محمد حرفيا فأعتقد أنه تصرف بكيفي أنه يشتكي ويبادر وأنه يراسل رئيس الاتحاد أسوة بالليف على برئيس مع رابلس فأعتقد يعني محمد الشي اللي يدور حولنا ما تريد من نوع أنه يكون لاعب يعني رئيس نادي قلت لك أنه عندنا رئيس بارتوميو يعني ممحسوب رئيس على الكوارد أيام بارتوميو فأنت الآن ما تتكلم الحديث كله ليش بيكي بيكي معروف أنه مكروه من وسائل الإعلام الأسبانية لكن الشي اللي حي فيه بيكي صراحة محمد على الصخب وعلى الضجل التي تثار ضده إلا أنه ما فقط شخصيته يملك شخصية قوية البرزدنت القادم جداً واضح يعني في غضون ستر وكذلك فيه بريزدنت عندنا موجود في تويتر كل ما نتكلم بشانا صراحة أتذكره هو المغرد الجميل والرائع عبو ناصر عفلنقي من الحسابات المميزة في تويتر واللي كلها كل التقدير والاحترام هو طبعاً المغردين اللي يحبون الغشمرة والكوميديا وما إلى ذلك فالبعض ممكن أن يستاء منه أو بعض جمهور ريال المدليد يمكنك تحسون منه بعض الشيء ولكن أبو ناصر أخلاقة جداً عالية ومغرد رائع مميز خلوق داعم لصوت الجناهير داعم لكل الشباب الرياضي على وسائل التواصل الاجتماعي أبو ناصر صراحة أنا ودي أخوي محمد راشد تكلمهنك ربلة بالعمر أنا شو يبايد عنه أبو ناصر شايد والله شوف من أجمل الحسابات لا بيجعل عليه أبو ناصر بعد المناظر عليه لا ما يحتاج أبو ناصر لازم تراضي بمكانة أبو ناصر من أجمل الحسابات اللي دائماً اشتهرت في تركيب المقاطع وكذلك في القالب الكومي بس لحنا حددهم سيكوه شوي بموضوع الحقوق ما قام يقدر نركب مقاطع كل دقيقة لكن من الحسابات الجميلة اللي الواحد يعني يدخل ويتابع ويجتمتع في التغريدات أو حتى المقاطع ودعم للشباب بالإضافة أنه داعم قوي للشباب الرياضي دائماً ويقدم لهم ويحمل أخلاق جداً عالي أبو ناصر طبعاً كل كل التقدير والاحترام هذا حساب رغم سبع تعلق كل يوم نستكري لحساب أبو ناصر تحياتنا يا أبو ناصر ودي تكلم عن قضية موضوع معين وهو مارينة من ملهمة بنظر البعض بسبع مليات تعاقدات للفريق إلى المتهمة الأولى بوضع النادي بعد خروج نجم الدفاع الفريق بصفة مجانية وهو روديقر وأيضاً أزبل كويتة رأيك بمارينة محمد شوف محمد يعني الانتقادات لازم أن تطول مارينة في مسألة أن ثلاث لاعبين كلهم يلعبون في مركز واحد نعم كلهم انتهت عقودهم وما جددهم روديقر كريستنسن كذلك برشح أن يروح برشلونة بالإضافة إلى أسبقلتها فيه كلام أنه جدد لكن نحن نتكلم بشكل عام شلون ثلاث لاعبين في هذا المركز يعني أنت لما يطلعون ثلاثة أنت لازم تبني من الصفر على هذا المركز ما رح يبقى لاعبين يلعبون في نفس المركز بالإضافة إلى خسارتها هازارد في سنوات إبراهام كلهم كانت سنة في عقودهم فاضطر النادي أنه يستغل عنهم ويبيعهم مارينة ممكن أنه في سنوات سابقة بنت وساهمت في عودة تشلسي في تحقيق البطولات لكن حاليا هي تعتبر فعليا المتهمة في خسارة هؤلاء اللاعبين من نادي تشلسي جميل جدا هذه بالنسبة لمارينة ونادي تشلسي فاصل ونعود معكم الحديث عن ثروباك أهلاً واسهلاً فيكم مشاهدينا مرة أخرى مثل ما عودناكم في برنامج صوت الجماهير الفقارات المتنوعة فقرة قصة رياضية أو ثروباك مع أخوي عبدالله لبلوشي شنو القصة اللي عندك لنا اليوم قصة قلبك متروسة قصة قلبك متروسة قصة قلبك متروسة قصة قلبك اليوم بحمود قصتنا تعود لعام 2015 2016 نعم ومثل ما نتو عارفين تحديداً في عام 2014 تم انتقال اللاعب الأرميني هنريك مختاريان بس خليفة يقول هنريخ هنريك مختاريان عند القدر إلى بروسيا دورتموند في عام 2014 وفي أول موسمين تحديداً عانى الأرميني بسبب مقارنة الجماهير فيه بماريو جوتسا فعانى في الموسمين المتتعاليين أن يؤدي أداء متواضع في ثاني موسم حق مختاريان مع المدرب داهي يورجون كلوب هناك كانت انتكاسة على مستوى النادي مركز السابع ناهيك عن الخروج المبكر في دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم أو قبل نهاية الموسم تم تسريب عملية انتقال أو استقطاب توماس توخيل مدرب بين خلفة ليورجون كلوب وفي لما انتهى الموسم توماس توخيل وصل لبروسيا دورتم وتم عقد ترتيب الاجتماع الاجتماع كان ما بين توخيل وما بين مختاريان اللي كان أداء متواضع فتوخيل تكلم مع مختاريان وقال له أنت لعب مميز وأنا متابعك في شاختار ويوم كنت في شاختار كنت لعب مميز وذكي وسأيل لعبك يعني أنا أحابه فقال له مختاريان تشذب علي في رمضان فشيصبه فيوم قال له أنت سأيل لعبك مميز الاجتماع هذا بوحمود يمكن رتب وكيل أعمال مختاريان لأن اللاعب لأن اللاعب أساساً بيطلع كان من كان المدرب لكن هنا توماس دخيل تكلم بالإسنواع وقال له كان شنو ما يكون رائق سواء أنك تبي تمشي ولا تبي تقعد أنا بهديك بهديك كتاب نعم وأبيك تقرأ وبعد ما تقرأ واتمع عن فيه أبيك تعطي القرار اللي تبيه بس أتمنى أنك تقرأ هذا الكتاب وترد علي طبعاً يوم قرأ الكتاب الكتاب اسمه The Inner Game of Tennis الكتاب هذا طبعاً محمد يتكلم عن شغلتين رئيسيتين للرجل الرياضي يتكلم عن صراع داخلي وصراع خارجي الصراع الخارجي اللي هو تكلم عن الرياضي لما يكون أنني بيتفوق على خصم سواء ما كانت رياضة صحيح الكتاب تنس لكن يتكلم عن أمور جداً عميقة فصراع الخارج قلنا نسمة أنك تبي تفوق ويتكون علو كعبك على خصمك الصراع الداخلي هو الأهم الصراع الداخلي أنك كيف كرياضي أنك تتفوق على مخاوفك وعلى شكوكك وعلى قلقك وتكون أنت مجاهد مع ذاتك عشان تصعد لفل أعلى وتغير بشكل إيجابي لـ 180 درجة فبعد ما قرره الكتاب هذا هنريك مختريان يحضر التمرينات ويكونه بدي لانجوج عنده جداً إيجابي يضحك ويأثر على المجموعة وحتى في التمرينات كان يلعب سلوك جداً إيجابي وكان يمكن اللاعب الأفضل في منظومة تومس تخيل طبعاً بعد ما قرره أسست فأشوف الموسم الانفجاري بعد ما قرره وقتماعاً في الكتاب يوم قرره الكلام فكافى هنريك مختريان تومس تخيل بعد هذا الكتاب إن الشفط عليه وما شو صغير بعد ما انتقل فمن هذا المنبر منبر صوت الجماهير أنا حاول خلف الكواليس إن شاء الله أني يعطيك كتاب حق أخوي محمد راشد ومحمد مرزود كتاب كتاب اسمه كيف تطبخ الكوش وانت نسل مش حجر طبعاً طبعاً من أخوي عبدالله البلوشي بيتس بعد 22 عام يعود ليعانق الكأس من جديد الفرحة لإخواتي الأربعين ومانويل بلغريني مهندس وصاحب المشاريع المعقدة والتحديات الصعبة تكلمنا عنه واشدنا فيه ريال بيتس قيادة بلغريني وسوينا فقرة كاملة له واليوم حقق الكأس على حساب فالنس يكلمني عن هذا النجاح محمد هذا الانجاز صراحة هذا النادي المكافح صراحة يعني نادي دائماً يعني جمهور مدريس جمهور باشنون دائماً يعني شوفون في بيتس عقدة سنوية وموسمية سواء كانت مضرعة على أرض بيتس أو حتى على أرض الغريمين العمل اللي كان ملموس في النادي الاندلس والأخضر يعني طوال سنوات توجه عن طريق هذا المدرب صراحة يعني مثل ما قال في هادي ممكن في حلقات سابة أنه مدرب مضروم صراحة لكن أعتقد أنه هذا التتويج بكاس الملك وعلى فريق محترم آخر لما تتكلم عن بلنسيا بوردالاس أنت تتكلم عن فريق كذلك متطور في الفترة الأخيرة وكان حيل ذباح للبطولة بلنسيا خصوصاً وما حسبت الأبركالات الترجحية محمد فأعتقد أنه تتويج بيتيس هو تتويج لعمل بلغريني وهذا الفريق اللي قاعد ينافس حاليا نشوفه في الدوري على بطاقة دوري الأبطال وإن شاء الله ما يناشبنا عليه بارك لهم قافي بارك لهم محمد مرزوق نزل في الإسناب قافي ولدهم عموماً في هذه هي الأيام مباركة نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح أشكر أخواني المتواجدين معنا محمد راشد وأيضاً عبدالله بلوشي ومحمد مرزوق والأخوان من غرفة الكنترول على راسهم المخرج عبدالنطيف رمضان وكل الستافلي موجود معنا على أمل نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة طبعاً الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة